اخد النجم الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكورونا مدرب العام كابتن محمد ألف مبروك بداية مطمنا إن شاء الله يعني يا كابتن محمد لسه كنت Бываетchen مع عكبات في الاستوديو أن احنا كنا مركزين معكم بالزبط وكنا حاسين بأمية الماتش بالنسبة لنا وبالنسبة للجمهور كله وأعتقد كمان أن أنتوا كنتوا حاسين بأمية الماتش ده حديدا بصرف النظر عن السلاس نقاط وبصرف النظر عن الفوز لكن كان فيه تدعيات تانية أعتقد أن أنتوا كنتوا حاطينها في حساباتكم عشان كده ربنا الحمد لله كرامكم بهذا المكسب الجميل والمقنع في نفس الوقت والله يا ميدو الكلام اللي أنت بتقوله ده احنا حاسين به وأنا شخصيا حاسس به الاستوديو بتاعك وأنا بعتبره أنه هو يعني جزء من أو مكمل لنا وحاسس بنفس إحساسنا لأنك معاك أنت لعبت في النادي الآلي ومعاك اتنين نجوم لعبه في النادي الآلي وليوم صولاته كمان معانا النجم كمان معانا النجم كابتن شريف عبد المنعم تلاتة احنا اكتبادي آه كابتن شريف طبعا بمسي عليه آه كابتن ألف مبروك كابتن الله يبارك فيك كابتن فانت عارف صعوبة المباراة الحمد لله يعني أولا في بداية موتين ثانيا دايما انت قلت الأجواء المحيطة بالدينة للخطرة الأكيرة تلاتة الكرة دايما ولعبت النادي الآلي دايما بيبعندها الرد وهي اللي بتحمل على عاطقها آه ردود كثيرة لكن اللي أنا عايد أقوله أني مش عايزين ندي الموضوع أكبر من آه بتحكم احنا بداية سيزون آه الحمد لله أناها صعوبتها ربنا وفقنا النهاردة وتفير ربنا كان معانا ومجهود اللعيبة ومجهود الجهاز أن احنا نبتدي بداية طيبة عشان نلحق بس نحط الفرقة في الوضع الطبيعي التاحة وان شاء الله يبقى أحسن كمان الفترة الجاية دي حاجة الثاني حاجة أن هي جاية تصعوبة أن احنا تلمينا على مختلف التوقيتات يعني عندنا المجموعة المنتخف جات لنا متأخر في كرواتيا عندنا سليف كلوبالي ومروان محسن دخلونا فيمكن لما رجعنا من كرواتيا دي باك لعبوا معنا مباراة أخيرة اللي هي من أربع تيام قدام لجوم المستقبل فهتلاقي فيه تجمع يعني يمكن تقريبا ما لعبناش مع بعض أو ما قدبناش نشتغل مع بعض بتركيز إلا في الفترة اللي هي اللي هي الأربع تيام يعني طبعا بشكر اللعيبة كلها النهاردة قدوا مجهود كبير جدا وفي نفس الوقت مثل كارترون يعني أشاد بالروح العالية اللي أدوا بيها النهاردة المباراة وديك سر نجاح النادي الآلي وسر كوز النادي الآلي بالبطلال وبشكر أيضا الجمهور اللي فعلا كموجود النهاردة وكان على طول بيقادر اللعيبة وعلى طول يعني مش عايز أقولك ما غطلش تشكيل طوال المباراة فده أسر أسر معنا بشكل إيجابي وهذا إنه هو يدي الروح للعيبة والأوات اللي كان بعض الأوات اللي كانت تاونشيب بيتحكم أو بيتحكم سويا أكيد يا كابتن أنا عارف أن أنت مجهد جدا بس أنا عايز أحييكو كجهاز فني أن أنتو يعني مش غمرته لكن كان عندكو قلب جامد جدا أن أنتو تدفعو بيقل بالي في أول مباراة وأول اختبار حقيقي لي قدام جميعين أدلقلي كمان خروج وليد سليمان مع جونير أجهي كمان إسراركو على الدفع بالنجم وليد أزارو أعتقد أنه لازم حييكو على الكلام ده كل ربنا يا خليل كابتن هو طبعا يعني اتفعت بكله بالي كان مستر كارترون طبعا عنده قناعة تم بالتعاقد مع الرابل وأنا شفته وشفناه والولد يعني عادي أقول لك اللعيب لعب في مغرات كبيرة لما يلعب لما أنت بتاخد مدافع مازينبي فهو مدافع لعب نحيات ولعب وفاة بعالقاب مع مازينبي لازمعهم بفاة لقابين في الكونفدرالية واللقب كان بطولة أفريقيا أبطال دوري مازينبي الأول على المجموعة مازينبي من سرق اللي بتلعب تحت ضغط جماهيري بالزبط بالزبط وبالتالي يعني كانت تعاقد مع دي حاجة الدفع به طبعا هو جاهز وكان بلعب يمكن مع مازينبي آخر مباراة اليوم في الدوري كان يوم ثبانية وعشرين فهو جاهز بدنيا دي نقطة النقطة التانية طبعا تغييرات مثل نتيجة الهجوم أو النتاونشيف خلاص ما عندوش أي حاجة يخسرها فبدأ يعني يزيد من الهجوم بتاعه طبعا كان عندهم مشاحات اللي قدرنا أن احنا يعني الحمد لله ميدو جابر وإسلام محارب قدروا يستغلوها مع طبعا أذارو مع مؤمن ذكرية دي ددنا أن احنا نقدر نحرز الهدف الثالث وكمان الفورسة اللي جات لأذارو كان ممكن لو فيها توفيق كان ممكن بالزبط الحمد لله في النهاية طلعنا بالثلاث ميقات حسلنا ووضعنا في المجموعة بقينة الثاني ونتمنى إن شاء الله نتمنى أن اللي جاي عندنا مبورة مهمة جدا يوم 28 بعد تاونشيف ألعبهم نتمنى أن نحن نكون موفقين إن شاء الله دايما أدل مسئولية كابت محمد ومستنين منكم كتير جدا إن شاء الله وإن شاء الله إدهوا قدود ألف ألف مبروك ليكو كجهاز فني وألف مبروك على الفريق والجماهير كلها ودايما مرة تانية يعني أنا بشكر طبعا كابت الربيع وكابتن شريف وكابتن ماهر النس دي كباتلنا والناس دي تعلمنا منها يعني إيه الروح النادي الآلي وأنا ببسك جدا لما ببقى الستوديو النادي الآلي في نجوم الكبار دول لأن فعلا الميدو الواحد بيتعلم منهم وبيتعلم من نصايحهم وأنا بشكرهم وبجلهم الشكر وببركلهم كمان شكرا جدا وإن شاء الله كابتن محمد مستنينك بقى بس بعد ما تهدى كده عشان نتكلم عن المباراة القادمة بإذن الله وإستعداداتكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ألف مبروك ليك أنا مش عايز أطول معاه علشان هو يعني طبعا من إجهاد ذهني أنا عارف يعني إحنا بنسك في الراجل ده برضه عنده خبرة كبيرة جدا مع نادي الآلي وصاحب بطولات مع نادي الآلي ومصاحب فترة أعظم الفترات بتاريخ نادي الآلي الحقيقة جميلة شيف